للمزيد من التوضيح عن معنى الترميم اللي بيعملوه في البيوت معانا عم سعيد رئيس العمال من امام احد البنيات اللي بتتبني وتترمم ازاك عم سعيد? ازاك عم سعيد? استاذ مينة ازايك امرني يا بيه? عم سعيد قل لي ايه لازمة الرمرمة اللي بتعملوها في البيوت دي? يا بيه يا بيه ما اسمهاش رمرمة اسمه ترميم ترميم يا بي ترميم ده يعني سعاد بيكون في مباني الجدران بتاعتها بتبقى فيها شروخ كبيرة ولو سبناها الجدران دي ممكن تتقصر وتقع والمبنى كله بعد فترة ممكن كله يقع فاحنا لازم نيجي كلنا ونرممه يعني ايه يعني نجيب خرصانة جديدة ونحطها في الشروخ اللي في الجدران فتلقم وتمسك تاني ونعمل الجده في كل الجدران بتاعت المبنى ويرجع المبنى جديد ومتين والناس يقدروا يسكنوا جواه تاني ما يحصل لهمش اي حاجة جميل اوه الكلام ده عم سعيد شكرا انقطر خيرك وربانا يديك الصحة وترميك بيوت كتير اوه تاني تؤمر يا استاذ مينة؟ حبيبي حبيبي عم سعيد خد يا واد هاتك جاروانا هنه اشتركوا في القناة